الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله أما بعد التعاون على البر والتقوى والتعاون هو ضرورة من ضرورات الحياة هو ضرورة اجتماعية الناس يحتاج بعضهم إلى بعض الآخر فهذا نجار وهذا مدرس وهذا معه حرفة من الحرف والله سبحانه وتعالى يقول ليتخذ بعضكم بعضا سخرية فالتعاون ضرورة من ضرورات الحياة فلا يستطيع الإنسان أن يعيش بمفرده في هذه الدنيا لا بد له من أن يتعاون مع أخيه الإنسان الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدمه فهذا يحتاج إلى هذا وهذا يحتاج إلى أخيه وهكذا تسير الحياة وإذا كان التعاون ضرورة من ضرورات الحياة الاجتماعية فقد حث الشرع الشريف على إرساء دعائم التعاون بين الناس فقال عز شأنه وعز ذكره وعلاه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب يتعاون الإنسان مع أخيه الإنسان في البناء وفي العمارة وفي الأغذ بيد أخيه إلى بر الأمان يشعر بأخيه الإنسان بل يتعاون مع خلق الله عز وجل أجمعين لا يفرق بين كبير ولا صغير ولا يفرق بين عربي وأعجمي بل يتعاون حتى مع الحيوانات وهذا ما دلنا عليه القرآن الكريم وسنة النبي الأمين صلى الله على حضرته وسلم إبراهيم عليه السلام يقوم بالبناء ويعاونه في البناء ولده إسماعيل عليه السلام في تعاون من أجل تشييد بيت الله الحرام ومن أجل تشييد الكعبة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بل وقد طلب موسى عليه السلام من ربه أن يتعاون معه هارون عليه السلام معه في تبليغ الدعوة وفي تبليغ الرسالة وفي بيان أحكام الله طلب موسى عليه السلام من ربه وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال الله له قال سنشد عضو ضدك بأخيك طلب موسى عليه السلام من ربه أن يتعاون معه هارون عليه السلام في تبليغ الدعوة وفي القيام بأعباء الرسالة وفي معاولته في أمور الحياة الدنيوية وقد حقق الله عز وجل له طلبه لما في التعاون من معاني سامية وراقية وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه التعاون وهو صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق وقد تحزب المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحزبوا عليه صلى الله عليه وسلم فحفر خندق الصحابة وهم في حفر الخندق تعبوا تعبا شديدا فكان الذي يعاونهم هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذ المعول ويعاون أصحابه ويشد من عزيمتهم ويقوي من عزيمتهم صلى الله عليه وسلم وهو يقول والله لولا أنت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا يعلم صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه التعاون لما فيه من خير عميم التعاون سبيل للنجاه سبيل للفوز بالجنة سبيل للقرب من الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته